المفد الفرنسي ما في شيء أكد أن الفرنسي استقال من مهمته أو حتى انتهى من مهمته يعني كانت التالتة ما كانت سابتة للأسف لكن ما في شيء ما في أي شيء أكد أنه يعني كان أصلاً لويد غيون قال أنه هو رح يرجع قبل آخر الشهر أو حتى الشهر المقبل بكل الأحوال الأسبوع الماضي ملف عين الحلوة النازف أغلق أم يعني كانت هذه المبادرة مبادرة الرئيس بري هي المبادرة التي قطعت الطريق على مؤامرة كبيرة لكن بدنا نشوف دايماً دايماً الخواتيم هي التي تتحدث عن مسار الأمور على كل حال لحد هلأ ما صار فيه ولا أي خرق لا وقف إطلاق النار الموازنة راحت على مجلس النواب أو ساق تذهب إلى مجلس النواب 2014 موازنة لألفين واربا عشر واربا عشر رجعنا عشر سنين لورا الفين واربا عشر عنا الالفين وثلاثة وعشرين أصلاً موجودة بكل الأحوال هذه الملفات وسواها وماذا عن صندوق النقد الدولي وقت الاتفاقية هل طارت الاتفاقية مع صندوق النقد شو اللي صار بالزبط عليك الحال هذه المواضيع وسواها راح ناقشها مع واضح أنك عم تسمع ميح يعني لفتتك السنة النائب أجوب أكرادونيا أمين عام حزب التاشنك مساء الخير استاذ أجوب وأيضاً راح ينضم لأن بهالحلقة عضو تكاتل اعتدال الوطن النيابي عبدالعزيز الصمد النائب عبدالعزيز الصمد بالجزء الثاني من الحلقة راح يكون معنا أو الثالث بالأحرى أسامة سبلاني ناشر ورئيس تحريج جريدة صدى الوطن ديربورن ميشيغن وأيضاً كما راح يكون عنا من لندن رئيس تحريج جريدة رأيي اليوم أستاذ عبدالباري عطوان ساعة النياب يعني راح نحكي بكل الملفات اللي معني فيها مجلس النواب واللي هلأ نحنا أصلاً ناطرين الحل السياسي لكن فيه ملفات صارت على نار حامية والوضع الاقتصادي نحنا كلمانه عنا عم يتأزم بس ولكن بدنا نفوت من الحراك الفرنسي هل انتهى؟ هل اللي سمعو حول أنه ما بقى فيه من الأسماء اللي كانت مطروحة بالجولة الأخيرة اللي صارت بمجلس النواب هل صحيح أنه الفرنسي قال أنه نصح بعدم طرح الاسمين اللي هن جهاد أزعور واسلايمين فرنجي والذهاب إلى خيار ثالث لأنه اسمعنا كثير حكي وماذا عن الحوار؟ يعني هل برأيك الحوار مأجل وخصوصاً بعد كلام رئيس التيار الوزير جمران باسيل هلأ قبل كل شي بحب شدد على الشغلة أنه نحن اللبنانية دايماً نتأمل من الخارج منعلي الأمان أنه جاية مفاد أو وزير خارجية دولة معينة أعلن شغلة أو فيه اجتماع لجنة أو فيه مؤتمر بعاصمة ما نترك كل شي داخلياً منراهن على الخارج إنه شو بدهم يتفقوا علينا؟ بهالإطار كمان مش جديد صرنا عم نتأمل إن الخماسية شو بدها تطلع منها والموفاد الفرنسي اللي دايماً مرحب لبنان كيف بده يساعدنا والرئيس ماكرون كيف بده يساعدنا تنقدر نحل أزمة رئيسة الجمهورية وبالتالي الأزمات التالية وهلأ عم نحكي عن الموفاد القطري بكرة يمكن الموفاد السعودي أو بالاتفاق مع موفاد آخر أهم شغلي بكل هالأمور الحوار يمكن أنا أيل ألف مرة وغير أيل ألف وخمسمائة مرة لا سبيل لحل المشاكل في لبنان من رئيسة الجمهورية لنطور الأحراج إلا عن طريق الحوار هذا أثبتنا أنه منا شي أنا عم باخترع إن كان بحر بثورة 58 أو 69 أو وقت اتفاقية القاهرة أو 73 أو حرب 75 والدوحة والطائف والدوحة وغير وغير البديل عن الحوار هلأ بيقولوا الدستور إيه بس اللي قبل الحوار قبل سنة سنتين ثلاثة وقتا كمان كان فيه دستور ولما منقبل بالحوار منقبل كخط أساسي بالمقاربة وبالحياة السياسية أنا اللي بشوف وحزب الطاشنانك دايما بشوف منشوف إنه بديل الحوار هو الفتنة هو لغة السلاح جربنا وشوفنا وين وصلنا اليوم نحن أثبتنا الاقتصادية النقطية الإجتماعية التربوية الصحية السياسية ناتجة عن عدم التحاور وناتجة عن الحروب المتتالية إن كان وعن الكيديات 75 أو إن كان بعدين وإن كان إذا عم نحكي عن سلاح حزب الله عم نحكي لأنه السلاح كمان نتيجة الحروب يلي نحن مع إسرائيل قبل إسرائيل الحروب الداخلية وبالنتيجة الاشتياحة الإسرائيل ليش عم ترجع كتير بالمقاربات إلى الحروب لأنه يعني لفتحة طول عدم الحوار أنا أتبركي الفوضى وبركي عدم الحل عم بتروح للفتنة بعدين التسلسل التاريخي واسم الله عليك يعني أستاذ أجوب يعني بتاريخ لبنان اسم الله التسلسل التاريخي عطيتنا محطات الحرب الحروب أكيد ليه لأنه بدنا نتعلم من التاريخ ولفتنا كمان اتفاق القاهرة كيف دخلت؟ بدنا بدنا نقرأ التاريخ منحنا مشكلتنا ذاكرتنا منسى وإذا حكينا عن التاريخ بتهمونا أنا ما تنبوش عانينا بش أبور لا بور لا ما عم ننبوش الأبور بس عم نقول اتطعزوا بالتجارب المتتالية عم بتعلمنا وين عم نوصل طب واحد أنه شايف الهوية بكبح حاله وينتحر مين بدي يأخذ لبنان لحرب اليوم لفتنة لاقتتال عدم قناعتنا بضرورة الحوار كل الدول يعني رافضين الحوار كل الدول يلي نحنا منقول أنه فيه قرار عدم ضرب الاستقرار بلبنان أوكي؟ صحيح بقرار عدم انهيار لبنان طب بركة بكرة حدا قرر أنه بده انهيار لبنان وبده يمس باستقرار لبنان نحنا كلبنانية جاهزين نحنا كلبنانية شو عم نعمل عم نحصن حالنا تنمنع أي قرار خارجي مازال عم نسلم أنه فيه قرار لعدم ضرب الاستقرار بركة بكرة الدول الكبرى ودول العزيمة وهو الأصدقاء وغير الأصدقاء اتفقوا على قصص وقضايا بالنسبة لقلهم لبنان نقطة بهالجغرافيا الكبيرة بدحوا بلبنان مثل ما مثل ما بالزمنة بدحوا بلبنان بس ما كانوا عملوا نفط وجابوا جابوا يعني بلشوا بالاستخراج وكانوا عملوا يعني اليوم النفط أو الغاز اللي بعد كم سنة ما بعرف إنه بدنا نستخرج صاروا ضمانة لبقاء لبنان أو شركات أجنبية وشركات أجنبية صار لبنان نقطة للتجازب وللتقاتل مين وأي شركة وأي دولة وراها الشركة وأي زعامات وراها الشركة بدها تنتف مصالح لبنان قف يعني عم تقول شركة يعني الدول الكبيرة منا موجودة بهذه المصالح اللي هلأ يعني يعني أنت عم تقول أنه مين له مصلحة اليوم بموضوع النفط والاستخراج اللي عم أقول اليوم يمكن كلهم من مصلحتهم عدم المس باستقرار لبنان وإن شاء الله يكونوا بس عم تقول يمكن بكرة يقولوا أنه ما بيأثر ليش لا ليش لا يلي وضعوا بس بس اسرائيل بدنا عايشي بسلام المشرعين يلي وضعوا موشي من هالحرب اللي بدأت سير لنقول إذا المشرعين النواب يلي راحوا عالطائف وضعوا مساق الجديد بدأت ستور الطائف كانوا مفكرين عن السلس التلتان وعن حكومة غير شرعية غير وفائية وغياب رئيس جمهورية حكومة مالا مش إخت الساعة أو مجلس ما كانوا مفكري ما قدروا استعصاء سياسة هالأد محب كل شي إذا نحن ما منحصن حيالنا كل شي ممكن بهالعالم مين كان يفكر أنه راح تصير فيه أزمة بأوكرانيا مين كان يفكر مين كان يفكر أنه راح يصير أزمة بأفريقيا ونيجر ودول إذا نحن ما حصن حيالنا ما قدرنا نستعد للأسوأ ما فينا نطلع من هالأزمة من هالمنطلأ قبل الحوار يعني يعني برأيك الأطراف التي ترفض الحوار هلأ بتشرع لبنان بتشرع الأبواب اللبنانية لأي فتنة لأي لأي فوضى داخلية وما عم بتروح ما بدى الحل هلأ تكون واقعي تكون مع كل مع كل دعمي وقناعتي بالحوار لكن جلسات الحوار الماضي مبارح كنت عم بقرة مثلا ب إحدى الجلسات مش بتذكر أمتى أخذنا قرار بموضوع النازحين وبموضوع ببعبد بموضوع اللاجئين المخيمات الفلسطينية بنزع السلاح بقصايا وبالنعمة ببعض ثلاث معسكرات صحيح ببعض معسكرات وغير وغير قرارات الحكومات المتتالية ما رح تتهم حدا فيه ظروف كل واحد بيحكي عن ظروفه ما رح حكي بس عم بقول أنه يلي اليوم عم بيرفض الحوار على أساس أنه الحوار لا يجدي أنه ما عملنا حوار وصرنا أنه عم بيعتبر الحوار بعد الرئيس مش قبل الرئيس والحوار موضر للدستور اللي عم بقول أنا اليوم أنه الوضع اليوم مش متل الوضع السابق سابقا ما كان في انهيار اقتصادي اجتماعي ما عليش انهيار أخلاقي وخطة يمكن لضرب فكرة التعايش اللبناني اللبناني الحياة الوحتي اليوم نحن في عنا ليش سميتوا اللبناني اللبناني شو بدي سميتوا يعني ما سميتوا المسيحي الإسلامي مثلا لا لا أنا لايك أنا أنا مسيحي مسيحي للعظم بس أنا ما بحكي اللغة الطائفية أنا عم بحكي اللبناني اللبناني لأنه في مسيحيين ما بيفكروا في مسلمين ما بيفكروا مثل ما لازم هن بيفكروا إنه بدنا نفكر مسيحيا أو بدنا نفكر إسلاميا لا عم بحكي اللبناني اللبناني لأنه مستقبلنا لبنان مش مستقبلنا وطن منسيحي ووطن إسلامي بس مشروع التقسيم ما بيقوم على اللبناني اللبناني مشروع التقسيم بيقوم على الفيدراليين لش أنا عم بقول إنه خطة لضرب وحدة التعايش ووحدة اللبنانيين ما في خطة لضرب وحدة المسيحيين وضرب وحدة المسلمين ما بدا خطة هاي ما أصلا كتب خير الله الوضع ماشي بس في خطة يمكن عم نشوفها يعني مش اليوم الخطة الصهيونية لضرب هذا النموذج اللبناني مين أدواتها اليوم عم تحكي الاشياء كلها بصراحة في أدوات لألا في أطراف لبنانية أدوات لألا طبعا إحنا مش لاتهامات بالعمالة ولا فحص دم ولا لا لا عم بحكي عن العمالة يتقاطع مع هذا المشروع من حيث يدري أو لا يدري واثنين مصيبة مثلا لما بيحكوا عن الفيدرالية إذا منطقيا أو علميا بدنا نشوف موضوع قابل للبحث فتسعى الأرض الفيدرالية مشت بسويسرا الفيدرالية مشت بغير دول الشعب سويسرا وشعب لبنان غير جغرافية سويسرا وجغرافية لبنان غير منطق اللبناني غير المنطق السويسري ما فينا نحن نستنسخ الخيريش ونطبع على لبنان مثل ما بالأشياء الاجتماعية والثقافية عم نجرب نستنسخ الحداسة الخارجية اللي هي الوسترنزيشة مش الحداسة يعني الغرب منطبق بلبنان بمجتمعنا مننسى تقليدنا مننسى الفكر العائلي اللي عننا نعمل مشاكل بالبلد الاطراف اللي قادرة يعني مثل ما كنت بحزر دغري قبل ما نرجع نفوت على المهمة الموفد الفرنسي الاطراف اللي قادرة تعمل اليوم إذا تجاوبت مع الاقتتال والحرب الأهلية ما بده وبالعكس عم تمنع وعم تمسح بدأنا وعم تاخد بصدرة وما بده هل اليوم باللي أكيد وانت يعني منك هين بنظرتك لكل اللي عم بيسير ما بدنا نسمي ليش بتفكري انه لازم نكون هين لا طبعا أنا بعرف انه منك هين لانه في تاريخ هن قادرين يعملوا حرب أهلية بدن وما فيهن والله فيهن وما بدن طبعا عم نحكي عنه أكتر من جهب ما فيني أشر انه مين بده بالليبنان وما بحمل ضميريا اتهم أي طرف لبناني أو أي زعيم لبناني أولا خطاب السياسي وخطاب الحزب عندنا ما بوش خطاب اتهامي اتهامي وتصعيدي وخشبي دايما نحن مندعي للعقلانية أكتر بس مثلا اذا بنرجع ل عشر تشرة والتعشر شهر والسنة الماضية سنة كم من المشاكل والمناوشات واشتماكات حصلت بالبلد صار في كتير وكلها أخطر من التانية وقدرت الدولة أو الدولة ككل عمقول مش كحكومة أو أحزاب أو قيادات يسحبوا الفتيل يسحبوا الفتيل بس ما فينا نكمل مرة بشمال مرة بعين الحلوة يعني يمكن عوقات تفلت الأمور تدحرج يعني لأنه إذا فيه قرار خارجي مني أكيد أنه فيه قرار خارجي بس عمقول إذا فيك قرار خارجي بيجربوا مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسين وبالآخر بواحدة وخمسين تزبط مطولة منك أكيد أنه فيه قرار خارجي لأنه كان فيه شحن طائفي طائفي سياسي مناطقي حزبي وفلسطيني لبناني و أنت ما رح تتذكري بس كنا بلشتها 75 بـ 13 نيسان لأنه بعد جمع هذا الراوند بعد جمعة بتخلاص وبقلنا فيه راوند ثالث وثلاثة أربعة أربعة أشهر ما كان حدا مفكر أنه خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة حسنا جربنا وين وصلنا بعدين؟ للطائف سبع أيار حزرنا وين وصلنا؟ سبع أيار وصلنا على الدوحة طيب اليوم عم نحزر وعم نشوف بإمع عيوننا عم نشوف بلس عم نشوف الوضع الاقتصادي الفقر المستشفية وكل شيء طيب أنه أقل شيء معلش نعد على الطاول سنقول أنه فشلنا بكل الحوارات لبنان ما بيستهل بشعب لبنان ما بيستهل مرة نأخذ خرصة أنه ننزل نقعد ثلاثة أيام نحكي نحشز حالنا نسكن البواب نقول أنه ما رح نطلع من هالصالة اللي هي أي صالة ما بعرف نقدر نقول قدرنا نوصل خمسين بالمئة لبعض الحلوم بركة نجحنا أنه نعطي الفرصة أنه ليه؟ هم سبع أيام يعني عم تحكي عن مبادرة الرئيس بر اللي هي السبع أيام وعدم الخروج ومن بعدها من روح على جلسات متتالية ليندا مش ضروري سبع أيام مش ضروري ثلاث أيام مهم ناخد فرصة الحوار بيون بيون بس إذا ما قدرنا يعني أنه هلقت مشغولين نحنا أنه أشغالنا سبعة أيام ثمانتيين تسعة أيام يعني أنه الطائف راحوا ليومين ضلوا شهر بفتكر ما هيك ثلاثة جميع يمكن ضوحة رحنا لأربعة أيام بس عالقليل نجرب عالقليل نجرب طب ما بت طبعا يعني والرئيس بري مستعد يفتح المجلس طيب محدر الطاولة محدر الطاولة طاولة الحوار الطبيق الرابع حاط وحيكي انه كيف عم بيجرب يقتنع وأنا بعرف عندي معطيات قدش كان كرسي عليها ما بعرف كرسي بس عم تحكي انه طاولة جهزة كيف نفي من عين تيني أنه كون تتراجع عن مبادرته كيف نفي من عين تيني أنه يكون تراجع عن المبادرة ولكن يعني زيارة زيارة تمهت معه أنه هو داعم وبالعكس حيبي بأنه هيدا الحوار ينجح تيساعد هيدا الحوار بإنجاح مبادرات الخماسية أو مبادرة المبادرة الفرنسية طب هيدا الكنامة بيحطك تحت طائلة الخروج من تكتل لبنان الكبير شو العلاقة لا كيف شو العلاقة اليوم عم نحكي أول شي ليندا نحن موقفنا عن الحوار قبل ما كان في تكتل لبنان القوي قبل ما كان في الطيار الوطني الخط من لبنان الكبير من لما بلش لبنان ما حدا بي هالموضوع بيقدر يناقشنا أنهما تشاركوا بالحوار بعدين بس لا رافضين رفض بثيل رفض الحوار لا ما رفض واليوم كلامه بس أنا عم بيخذك عموقفك لأنه هو اليوم بيقول أنه حقنا بالاختلاف ولكن ضمن آلية التيار هلأ ما بعرف أنت بتعتبر حالك أنت حليف لألون بس أنه أكيد يعني الوزير اللي يسبوه صعب ما هو كمان بس بيقول لما بيصدروا القرار الكل يلتزم واللي ما بيلتزم عم بيحط حاله خارج النظام وتحت المسائلة وصولا إلى الخارج هلأ حكي عن تيار بس ما هو ما عم بيكونوا فقط على التيار التجربة اللي صارت كلها هي صارت كلها كمان حلفاء التيار كل ال لا أنتوا بعدكن تتميزون مع التيار بمواقفكن هيدا اللي بدي أعرفه يمكن للمرة الألف بدي أرجع تكمل قول نحن حلفاء بتكتل لبنان الأول لن قلنا حق أولا احترام المتبادل احترام الأراء قلنا حق التمايز قلنا حق إبداء الراي والأرار والأرار بيرجع لألنا كحزب لألهم كطيار يعني أنتوا إذا شايفين أنه أنتوا لكم مصلحة بهذا الحوار أنتوا نازلين حتى لو كان قرار يعني لنفترض دعا الرئيس بالري إلى موعد للحوار أنا بدون ما إذا ما حدا ما حدا لبت دعوة نحن أول الحاضرين والوحيدين يلي بدنا نحضر هيدا موضوع الحوار بالنسبة لألنا موضوع جوهري موضوع أساسي مش كل مرة بالعصاية بدنا نروح للحوار مش كل مرة تحت الضغط بالدم بدنا نروح للحوار شي مرة نفكر بدون دم نروح للحوار ناخد الوضع نجرب نجرب حتى ما تسيل الدم وبيزبط وكل واحد رابط بمحل وكل واحد ناطر كلمة السر من محل يعني خلينا نقول نحن مش نطرين كلمة السر أبدا لحدا بيوشوشنا ولا نسأل لحدا نحن بعدو اسمكم بيزبط علي تكتل لبنان القوي لبنان راح بعدو لبنان قوي لا مش انه حطوا اسم تكتل لبنان القوي لأنه لبنان قوي لأنه كان طموحهم يسير لبنان قوي وكلنا طموحنا عنه يسير لبنان قوي وفي القوات يعني القوات جمهورية قوية كانت جمهورية قوية حطوا قوي طموحنا وحزب الاشتراك الديمقراطي حزب اشتراكي طمحين كلنا طمحين تنكون أكتر اشتراكيين أكتر قوية أكتر وطنيين أكتر أحرار أكتر متشبسين للعائلة وللوطن ولأ الله كل حزب عنده شعار منجرب نوصل مع الوقت لأهدافنا بس أنه نحن هلأ بلبنان الضعيف لبنان المنهزم لبنان هيكل عظمي كيف تشوف لبنان هلأ يعني ماذا بقي من لبنان مع العهد القوي بالعهد القوي شو بقي شو صار بلبنان إذا بدنا نرجع نصوي بأنه مين وكيف أنه ليش العهد كان بلش قوي وماكمل قوي أو ما انتهى قوي بدنا نفوت بجدل هيدا جدل طويل عريل صحيح المواطني متكلين على الخيريش متكلين على أشياء موسمية متكلين على السياحة على السياحة بالصيص متكلين على التزلج وعلى الأعياد والتزلج بكرة إذا ما تلج نقول ويني الدولة ما تلج وراح موسم التزلج وبعدين الأعياد وبعدين الاصطياف بس لا هاي قطة رح تتلج لأنه مبين أنه جاي نحنا لعنا شطوية قاسي كتير بالتغيرات الملاخية كمان مننا أنه التلج والحكومة ما قدرت تتأمن الطرقات والغاز والمزوت والحطب وبلشوا يقطعوا الشجر والغابة ساعات النيب أنا شوي منفوت على بريك بس بدي اسمع منك بما أنك حكيت عن المواطيات وحكيت أنه الرئيس بري بالطابق الرابع مهيئ طاولة الحوار وطبعا بانتظار أنه تنضج ظروفها شو ما عطيتك عن المبادرة طبعا أنت لتقيت الموفد الفرنسي رئاسي جون عيف لودغيون وقعت معه وسمعته هل صحيح ما تردد أنه تغير ما صار المبادرة الفرنسية وصار هو توسط اللجنة الخماسية وهو يعني جرب بين اتنين جرب يوفق بين اتنين وهل صحيح أنه سقطت الأسماء اللي متل ما كانوا عم يحكوا اللي هني أصلا موجودين ولي دعمتها فرنسا تقول لك بكل صراحة أولا مش هالمرة المرة الماضية المندوب الفرنسي قال أنه هو جاي بالمبادرة الفرنسية بدعم من اللجنة الخماسية تمام هو عم يحكي كونه مندوب فرنسي مكلف 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 من اللجنة الخماسية يعني مكلف يعني حديثه ناتج عن قرار اللجنة الخماسية تمام فرنسي أوكي يمكن كان يكون غير فرنسي يعينه غير مندوب بس لأنه الرئيس ماكرون هو اللي بلش ونحن لأنه منعتبر بعدنا فرنسا الأم الحنون وأنه في عنا ضعف اتجاه هذه الأمومة من دي عنده ضعف اللبناني دايما منقول الأم الحنوني بس وين هو الضعف هلأ بعده يمكن ليش لا يمكن الواحد بينكر أمه بدك تحكي مع الكتاب وتحكي مع الأموات مش مش معنا نحن نحن أماتنا معروفين يعني من المرة الماضية كان قيل قال لي أنه هو بيمثل فرنسا هو مبعوث فرنسي ممندوب فرنسي مكلف من ما تغير شي اليوم وقال بالحرف الواحد يبدو يعني أنا سجلت يبدو أن الأمور كنا عم نحكي بالترجمة لأنه أنا ما بحكي اللغة الفرنسية ما بحكي في اللغة الفرنسية ثقافتي إنجليزي أكتر كان في مترجمة 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 أرمانية بس عم نترجم بالعربي تمام حلو يبدو أن الأمور لم تنضج بعد وبوضوع الوزير سليمان الفرنسية أو جهاد أزعو ما عم بيقدروا ياخدوا الأكتري وعليكم أنه تفتشوا ربما على اسم تالت وسألتوا عن هذا الاسم قال لي نحن معنا اسم تروحوا فتشوا على اسم إذا ما عم تقدروا توصلوا لهالمرشحين توصلوا هالمرشحين هذا يعني سقوط المرشحين أم أنه جربوا أنا انتباعي لأ لا وزيد قال لأنه بيعرف أنه نحن موقفنا شو ورجعت كررت أنه أي رئيس بيوصل بنص زائد واحد معناته باب لمشكل بالمستقبل نحن دايماً منقول أنا بيتالصريحي دايماً بكرر أنه نحن بدنا مرشح يوصل للرئيسة بأكبر عدد من الأسوات بنسبة أكبر عدد من الأسوار تا يقدر يحكم وما يصير مثل الرؤساء السابقين يوصل على الكرسي بيتبنين بمية بية تمنتاش بية وسبعة عشرين وشلل بالحكوم وبعد سنتين ثلاثة حملة فل وليزم تقدم استئالتك تصوري أنه يجي رئيس بخمسة وستين صوت معناتها نص المجلس ضد معناتها نص الشعب شئنا أم أبينا عددياً إذا رائمياً عم نحكي ضد اللي بدكن تعملوا جهد تتوصلوا لمرشح توافق لما حكيت أنه نحنا عادتنا دايما نتكل على الخارج وعما نعذبكم قال لي ماكحب أنتوا يلي بدكن تاخدوا القرار أنتوا لازم تتفوا بس نحنا بس بدنا نساعد يعني صعب عليك وبارت الماضية قال لي هيدا آخر فرصة لألكون ما تخمنوا أنه ما في عنا غير وجع راس مش أنه وجع راس يعني غير لبنان وغير ملف لبنان أنه نهتم في عنا مئة ألف عن شهر طلع بعد هيدا القصة بعد بعد البقابة اللي الأولى يعني المرة الماضية طلع موضوع نيجير بحكي أنه بالآخر نحن مخمنين أنه كل زعمة العالة أنه كلهم أنه عبكرة الصباح وعشية وأنه الكرة الأرضية تدور حولنا لا مش هك طب هيدا الكلام قبل آخر ولا هلأ هيدا الكلام قبل آخر قال لي أنه هيدا آخر فرصة لألكم روحوا أنا جاي راجع بشهل آلول وهلأ شو قالت وسعد اليوم سعد بآخر لقاء معي أنا مش معي أكيد مع عائلة كمير هلأ شو قالت هلأ شو قالت هلأ قال لي أنه راجع أنا وإن شاء الله مع الحوار ودعمنا للحوار مع الرئيس يلي داع الرئيس بري نقدر نوصل وإنتوا لازم تعملوا جهد وقال لي بالأكتر كمان أنه أنتوا كنواب نواب تشناق لكم دور تلعبوا لأنه أنتوا معروف عنكم لأنه أنا قلت أنه توفيقين حواريين نحنا بالآخر مصلحتها مصلحة لبنان لبنان أنا مقرر موت هون بهالبلد لأنه خلقين بهالبلد ولادي ضلوا بهالبلد وأجدي دي ميتوا بهالبلد لا جدي ما ميت بهالبلد جدي الأطراك أتلو هلا فتحتي سيرة لا لا خليني مع أنه مع أنه إيه في أزمة كبيرة اليوم بين الأرمن والخارج في 120 ألف أرمن يصلون تسعة شهر محصرين بمنطقة كرابا ولا ولا النينة زيت ولا علب الدواء عم يوصل ولم نسمع غير الاستنكرات والدعوة إلى مساعدة إنسانية ونقطع على السطر هادي 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 عرب 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 ورح أرشع بس لهذه النقطة بالأخير مشاهدين توقف مع فاصل ونرشع لكم نعود مشاهدين إلى متابعة هذه الحلقة من السلطة الرابعة بدي جد ترحيب فيك أستاذ أجوب بكرادونيا النائب وأمين عام حزب التشنق ورح ينضم لألنا بعد شواء عود وتكتل الاعتدال الوطني النيابة النائب عبد العزيز الصمد بدي بس ببعد نقطة قبل ما أرجع فوت على الملفات الثانية حكيت أنه باللقاء الأخير مع الموفد الفرنسي فهمت منه أنه ما حسم منحسن الأمور وأنه نحن هو راجع بآخر أكتوبر لكن بآخر أو بأوائل أوكتوبر يعني مش بعد كتير يعني معناته أنه بعده مستمر بحراك الفرنسي بعده مستمر طب شو لكن ليش نحكى أنه لأ رح يسلم الشعلي يعني فينا نقول مثل واحد بسبق ورح يسلم الشعلي للموفد القطري والموفد القطري جاي وطبعا نحن نعلم طبعا أنه قطر بد قائد الجيش على عماد جوزيف عون واليوم واليوم بلش الحديث أنه كأنه فهمه يعني سمى الجيري وسمى الحي ولولا شوي سماني كل المواصفات اللي انحكيت كأنه عم بتروح على قائد الجيش وكمان رحنا بالتحليل لزيارة للجمعة بين قائد الجيش والنائب محمد رعد وطبعا النائب محمد رعد رجعت لها على بنشعي ووضح هذا الأمر واختلطت شوي لأمور هل ترى النائب أغوبا كردونيان بتواصلك مع الجميع وبنظرتك اللي عم بيصير أنه نحن بالفعل رايحين إلى صار الأكثر حدودا هو قائد الجيش وهل الموفد القطري فعلا رح يجي يتسلم من الموفد الفرنسي لا أولا الموفد الفرنسي ما حكيني عن الموفد القطري يعني ما جاي بسيرته أنا عرفت بعضين من الإعلام أنه الموفد القطري يجي وحتى إذا بدو يجي الموفد القطري الدو يجي ضمن إطار مفهوم اللجنة الخماسية مش أنه مش أنه مبادرة قطرية بمعزل بمعزل عن اللجنة الخماسية هي في 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 فرق كمير حتى إذا هو جاي الموفد القطري بدو يكون تسلم رسميا من اللجنة الخماسية متابعة الملف في اللبنان أنا هيدا رأي هلا ما في شي هيك ما في شي هيك معلومة لا رأي أنا مش أنه مبادرة فردية لدولة قطر لا بل مبادرة خماسية إذا المندوب الفرنسي بطل أو أعلن انسحابه أعلن انسحابه لأنه رايح على محل بدي يستلم أنه بيجي موفد القطري أو غير قطري لا ما نش نبين عماني رح يكون لماذا لا بالزمنات يجو المغربة والجزائر الكويتة يعني من الحرب اللبنانية بس بدي يكون مكلف يعني شرط أن يكون مكلف بس القطري بيتحرك من دون دعم المملكة برأيك بدي نشوف هو بس هو كان تحرك من قبل حتى لما كان فرنسي نتيجة اللقاءات الخميسية أو خارج الخميسية يعني بالآخر الموضوع مش إنه قاعدين الخمسة هن بيتفقوا وخلص بيكتبوا وبيتنفذ بيتطبق الأرار لا مشاه يعني خارج الخميسية كمان في لقاءات في مشاورات عم تجرى ونتيجة بدنا نشوف بس دائما بدنا نرجع نحن بدنا نعرف نحن شو بدنا مش غيرنا شو بدهم عنا نحن شو بدنا بالموضوع بس أنت مش أريح لك أستاذ أغاب بعد كلها التجارب يجي يقولولك لنحن بدنا بدنا فلان وبدنا فلان وتعوا عملوا هيدا لأنه واضح إنه ما حدا بد يروح على الحوار واضح إنه حدا بده شي معلم يعني نزيل حل بالبراج ونتتفضل ونفذه أريحنا نطلب انتداب خارجي نرجع لأيام الفرنسوية أو لأيام الوجود السورية أو 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 يعني إنه لشو عاملين حالنا وطن لبنان كبير وسيادة 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 عشو السياديون إذا هيك الفكرة إذا هيك النمط لا لا أنا 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 عايش بهالبلد لأنه عايش بحرية وإيمانة باستقلال وسيادة البلد مش إنه بدي أترك الخارج مثل ما الخارج ومصالح الخارج مين مكان الخارج يفرض علي تمام يعني نحن بدنا الحل عم بيكون نحن تنتفق لكل رأيه أصلا نحن تنتفق بس هل القطر اليوم لأنه عارف طبيعة لبنان وعارف طبيعة القوة السياسية بلبنان هو بيعرف أنه نحن ما رح نتفق ممكن يكون جاي بمبادرة بي يعني بيغطى من اللجنة الخماسية أو بياتفق بس واضح لهل المملكة ما بدأت تدخل والسعودية وعم بيقولوا نحن ما رح نتدخل إيران كمان وزير الخارجية الإيراني كان هون وقال نحن تفقنا تفقنا بالسعودية وإيران اتفقوا على عدم التدخل بالملف الرئيسي ونحن عم نقول أنه تدخل نحن عم نقول لهم تعو وتعوا تدخلوا طب هلنا بيقولوا حلوا عنا ونحن منقول لهم تفضل بس ما النائب وليد جون بلات كمان لأنه بيعرف اللعبة اللعبة كمان قال له له هوكشتاين تعا رسم الرئيس وقال له للعبداللهيان أنه تفضل تدخل بالملف الرئاسي ما هنه بيعرفوا يعني يمكن وليد باقي بيعرف أنه اللي بيقول على مسافة واحدة من جميع الأطراف نحن لا نتدخل هنه أصلا منهم على مسافة واحدة وبيتدخلوا أنه بالسياسة أنه شو بدون يقولوا الدول يعني الأمريكاني بيجي بيقول نحن مع أي رئيس يتفق عليه اللبنانيين طيب أنه صدقنا بهالبساطة اي لا شو والحل أنه ليش ليش أنه العلاقات مع الصفرات وخارج الصفرات والزيارات للخارج نحن تعرفي أنا مقرر اللجنة الخارجية صرنا خمس سنين كلجنة خارجية ومش مصفرين مش شايفين حدا بالخارج ولجنة الخارجية بس فينوا بيركبوا الطيارات بيروحوا ساعة واشنطن ساعة أمريكا ساعة عبروكسل ساعة فرنسا سميهن الرئيس الوشات بياختوا معهن الكاميرامي بيحكوا بيكونوا شايفوا حدا بيقرر أو مثلا بقرر باللجنة الخارجية مستلب حالك أو موظف باللجنة أو موظف عالي الرتبة بيجيبوا رسائل وعقوبات من مشي على المواطنين أنه نحن الله عم يشوف الرايحين عوشنطن وعم يشوف ناس مهمين وهي دي رأي الأمريكاني وهي دي الرأي الفرنسي وهي دي رأي الاتحاد الأمري بتكون السفيرة بلبنان عم بتكسدر مع الرئيس بره بعين التيني وهن بيكونوا عم بيقولوا أنه الرأي الأمريكاني والعقوبات الحراك الشعبوي يمكن أكبر بكتير من الحقيقة طيب شو الحل برأيك نحنا كيف فينا نروح نخلص منه هيدا الملف هل اليوم بلش لحكي أنه بهذا المجلس خلص ما رح يقدر ينتخب رئيس ونحنا رحنا للألفين ستا عشرين يعني صراحة في نائب صديقي بأول جلسة انتخاب ما قدرنا من انتخاب سألته شو قال لي أجوب بعد أربع سنين بهالولاية ما فينا قالت له لأ بالآخر نحنا بالمجلس النيابي وبالأحزاب والقيادات نحنا بدنا بدنا نشوف الحل شئنا أم أبينا بدنا ننقذ هالبلد شئنا أم أبينا بدنا نجيب رئيس جمهورية إذا مش قدرنين نجيب رئيس جمهورية طراز أول أو حسب ما نحنا بدنا بالآخر مضطرين نجيب رئيس جمهورية ما ننسى ما ننسى مثل الرئيس ميشيل عون قعدنا سلطان ونص رجعنا انتخبنا كل كان في حدا يفكر أن القوات اللبنانية وشيخ سعد الحريري يمشي مع يرشح الرئيس الجنرال ميشيل عون بس هيدا شو يعني أنه سليمين فرنجي حظوظه بعد قوية لأنه مثل أنا ما بعتقد أنه حظوظه من قوية بعدك بتعتقد أنه بعد حظوظه لأنك ما حكيتني عن رأيك بموضوع قائد الجيش تبقى كنت بتضحكي بس ما خليتني لا بالعكس يلا تركي قائد الجيش عم بيقول هو منه بصدد إعلان ترشيح وقائد الجيش بيقول أنا ولائي للجيش ولائي للوطن إذا مطلوب مني مساهمي أو مطلوب مني ساعد أنا مستعد يللي بيروح للتضحي على الخندق ضد العدو أكيد ما بيخاف يستلم مسئولية وطنية لكن اسمه مطروح إلا هو ما عم بيحكي عن ترشيح ممكن يوصل الجنرال جوزيف عون ممكن لش لا بتعديل دستوري ممكن أنا رأيي بحاجة لتعديل في رأي آخر إنه إذا صار في 86 نائب حضره وصوته مثل ما صار مع الرئيس ميشيل سليمان الوحيد يلي اعترض كان شيخ بطرس حرب بيصوتوا عالتعديل إيه لأ إذا صار في 86 نائب صوتوا عقائد الشيش تلقائيا بيكونوا مشوا بدون تعديل لا بس ما كان الرئيس بري كان واضح فيها قال إنه من نطرح التعديل على التصويت قبل بدو يصير في تعديل بس في الدوحة بعد الدوحة الرئيس ميشيل سليمان إيجا بدون تعديل صار في اتفاق أصلي إنه إذا صار في اتفاق والاتفاق يوصل لأكتر من 86 نائب بلوصل الجنرال عام مين اليوم كيف بدو يصل ل86 نائب بيحدى بيقبول كافة طب شو بدي بالقوة السياسية بدي بدي كتلة تكتل لبنان القوي بيعطي قائد الجيش هلا القوات عم بيقولوا كلامهم إنه إذا كان هنه بيشوفوا فيه مواصفات رئيس يعني اليوم كان مواضح هنه بيشوفوا لا نجبر ما بيشوف هنه بيشوفوا لأنه جبران عم بيقول إنه وبعتذر على كلمة يعني يعني من الوزير جبران بيسي بدو ميشي به هالموضوع هنه يمكن استحالي والله لا أنا بعتاد إنه موضوع قائد الجيش استحالي غير مطروح عند الطيار الوطني وبعد ما يخلص مهمته كقائد جيش هل يصبح مرشح لابدو تعديل لشي خلص منروح عليك مرشح عادي أم أنه لأ لأنه هن بالكلم أنه عم بماطل هنا معلش مع كل احترامي لقائد الجيش هو بيعرف شو الحيسية اللي راح تكون لأله بعد إنه في غير قادة للجيش تركوا الجيش هلأ من دون حيسي يعني هو حتى إذا قائد الجيش يعني معلش وما بحب وما بحب يعني يفهمه بالغلط رئيس ميشيل سليمان كان قائد جيش عمل رئيس جمهورية ترك الجيش يجي قائد آخر للجيش شو مونة رئيس الجمهورية اللي كان قائد الجيش شو بيقدر يعمل بصلاحياته كرئيس جمهورية لأنه كان قائد جيش يعني أنت عم بتقول أنه قائد الجيش كل قائد الجيش فشل بتجربة لا لا ما عم بقول فشل لا لا قائد الجيش اللي ما عنده قائد الجيش اللي ما عنده حيثية نيابية وحيثية شعبية ما عنده ما دائما ما نجيب نحن طب ما قائد الجيش اللي كان عنده أكبر كتلة نيابية كمان شو قدره عمل طيب أضرب عم نقول لا جنرال عم ما كان قائد جيش ترك قيادة الجيش من زمان أصبح رجل سياسي طيب رجل سياسي بكل هالحيثي في مثل فؤاد شهاب في مثل فؤاد شهاب طيب نقدر نبني الوطن والمواطني يلي عيام فؤاد شهاب هو الرئيس الإصلاحي عيامه صارت الإصلاحات اليوم نحن الموضوع مش موضوع الإصلاح فقط الموضوع إصلاح المواطن اللبناني قبل المؤسسات إصلاح المواطن إيه ليه لا أتهم المواطن رجعي لتاريخنا لكل واحد مواطن بدون مواطن مواطنة هذا هذا أصلي يعني مش المواطن كإنسان فهمت يعني أنت يعني نحن أصلي إنه لا قدرنا نعمل دولة لا وطن ولا مواطن كل واحد عايش مثل ما هو تعود بضيعته ببلده بمدينته بمحافظته بمقامية اللي يعني علاقته مع رئيس البلدية علاقته مع رئيس العشيرة يعني ملت بدك تقول ملت طيق مش ملت ملت أكيد ملت ملت هيدا هيدا كلمة تركية تركية ملت ملت ساعة النايب يعني صرت صرت واضح تقريبا أنه عم بتقول أنه قائد الجيش تمام يعني شو كيف رح يحكم من دون أي حيثية وعم تحكي كمان أنه بعدك عم بتشوف بالنائب سليمان الفرنجي بالوزير السابق سليمان الفرنجي برئيس سيار المردة بعده أنت ما شفت أبدا خفت حزوزه أبدا طب هل نحن إذا من هلأ لشهر تألك شغلي من هلأ لشهر ما فينا نحن هيك نبصم ونقول نقول أنه لأنه جاب 59 بيوصل لأنه سليمان جاب 51 عم تردنا للحوار وللإجمع وللإجمع ولإشراء كل القوة معظم القوة سياسية حتى إذا ما في إجمع توافق عريض أنا كل ما بتمنى أنه نوصل ننتخب رئيس جمهورية بتلتان حتى نقدر نهدي البال ونقول ست ستين تألك بصراحة مين ما إجر عيش جمهورية موش تاني نهار رح يقدر عنده عصة سحرية بدنا شغلي كثير لح نفوت بتكليف رئيس الحكومة نحن تحت تحت الأرض بالتعيينة نفس الأضايا يلي نحن بالإصلاحات وبالمركزية الإدارية الموسعة بالصندوق الاعتماني الصندوق السيادة قانون انتخاب طيب خلينا نفوت على الحوار بين التيار الوطن الحر وما بين حزب الله تعتقد هذا الحوار اليوم رح يكون منتج لأنه كمان يسمعنا اليوم كلم لباسي اللعن بيقول أنه ما كتير تتأملوا أنه نحن نقدر نوصل فيهم للصندوق الاعتماني والمركزية الإدارية المالية الموسعة يمكن ما نوصل هلأ نحن للنتيجة ولكن من وعدكم أنه تكون مدرجة على أول بنوة جدوى الأعمال أي عمل رح يكون بالمستقبل يعني هلأ عم بيقول أنه نحن فينا نعمل تسوير رئيسي ما عليش إذا ما كنا خالصينهم بعده اللي أنا رح أسألك بطريقة واضحة أكتر بعده بيسيل على كلامه من أنه ممكن يرشح أو يدعم سليمان الفرنجية للرئاسة مقابل الأشياء التي تاريكها اللي هي في شي منا فوق الطابل وفي شي منا تحت الطاولة وهل بيكفي أنه نكون نحن متوافقين على سليمان الفرنجية والسعودية قبلاني أمريكا بتقبل أمريكا والسعودية بيقبلوا أم أنه ما عم يتدخلوا ما عم يتدخلوا بس هيدا جواب على كل حال هيدا جواب بس تألك شعلي أنه أولا يعني كلنا بنعرف أنه الوزير جبران بيسيل ألا مش جاية أنا دافع عن جبران بيسيل بس ك بيحس أو ك اللي عم شوف فيه وقعية سيئسية بالبلد تموحه تموح الطيار الوطني الحر أنه قبل الانتخاب يقدروا يوصلوا لأنه بموضوع اللامركزية الإدارية الموسعة المالية ولا الصدق الإعتماني وأحترام برنامج الرئيس نقطة الأولى والثانية قرار من المجلس النيابي كلنا بنعرف أنه بغياب رئيس الجمهورية والتشريع فيه صعوبة فيه طرف بيقول أنه بالمبدأ نحنا منا معترضين على طرح طيار الوطني الحر بس بالمبدأ بس أنه فيه فيه إشياء تفاصيل إذا بدنا نعمل أنون فيه إشياء بدنا ندرس وهيد المجلس بهالحشرة بدون رئيس جمهورية وحكومة غير يلي بدك سنبيه ما فينا نوصل جمعة الجاية أو بعد جمعتين ثلاثة جماعة على بهيك أرارات كبيرة بنهل بنطلق بنطلق الحوار بين حزب الله وطيار الوطني الحر معلوماتي أنه فيه تقدم بالحوار باللها مركزية بلشوا باللها مركزية بيصدد درس موضوع صندوق الإنتباح تشكيل اللجنة اللي بدت تناقشوا معناتها القطار على السك بسدي بد وقت بد وقت بهالوقت هيدا الوقت بيخوف السقة المتبادلة بتبنى يلي شوي خفت مش خفت عدمت لا ما ننسى شغلي ما ننسى شغلي تراجعي لا حزب الله ولا الوزير جبران ولا مرة قالوا أنه نحن مختلفين على استراتيجي على الأمور الكبيرة المواضيع الوطنية هن مختلفين بالتفاصيل طيب ما معناتها بالسياسة ولا مرة طيار الوطن من الحر قال أنه نحن هنفك تحالفنا ما حزب الله هلا فيه هيدا 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 عدة هيدا عدة الشغل آه هيدا لزوم الشعبوية لا مش شعبوية لزوم الشغل عدة الشغل أنه بالآخر منعلي السقف منعلي السقف تراجع فيه واقعية سياسية وغيرهم كمان يعني بحزب الله كمان وإذا منشوف السوشال ميديا الهجوم والهجوم المضاد هؤلاء اشياء تعودت علي بس بالآخر وقت الجد لا أنا براهن أنه ما في فك اختباط بين حزب الله وبين الطيار الوطني طيب تمام رح بقنا معي بعد دقيقتين من الوقت أنا ما معي بدنا نفوت لا أنا على وقتك يعني أكيد نحنا بنحب أكتر أنه تكون معنا برأيك نحنا أنجزنا الموزنتين بسرعات قياسية وكنت عم تقولي حكومة سميها شو ما بك أنا منا مصرحية ليندا معليش أنه نحنا بشهر هلأ شو نحنا نحنا بايلول نحنا بايلول هلأ بدنا نصدق على بس عمل لك لـ 2024 عملنا الدفوار يعني بس عمل لك لـ 2024 نروحي تنشوف أنه 24 وين رح نوصل يعني نوصل لتصطيق على موازنة 24 يمكن بقاب التاني بقاب عارو عشرين شو معناتها؟ الحكومة عم بتشيل وط كاب لا الحكومة عم تطبخ عم تطبخ متل ما عم تطبخ غير إشي بتطبخ شو تطبخ غير إشي بلا ما هيدا فهمنا بس تطبخ غير إشي بوضوع اللازحين مثلا طبخة طبخة ما شو عملوا ساعة بشكل لجنة كأنه لجنة الصداء اللبنانية السورية بيجوبوا وزير سياحة وزير المهجرين وزير صناعة وزير الاقتصاد ووزير ووزير بحطه على رأسه بس هلا خلص وزير خارجي قال لحاله بدي يروح على سوريا وطلب موعد أدي أطعنا أدي أطعنا تلات شهر عربعة شهر أدي فاتوا نازحين فاتها لا بلاوي هيدا الشهر ليه ليه لأنه ما في شي جدة عم ناخده بس هالمرة كان مياتك عم بقول أنا أخدت قرارات جدية والحكومة وبكل جلترا مجلس وزراء رح ينعمل مثل غلوفي يعني بينهم إن شاء الله بيمن نحن متصدق الرئيس مياتك بيمن نصدقه بتصدقه آه أوكي طيب أنا بدي اتشكرك ليش هتتحكك شو قلنا لأنه يعني أوكي إذا الرئيس وزراء عم بيقول على الإعلام إنه لأ نحن بدنا ناخد قرارات جدية أنا كمشرع كنائب بالمجلس بدي صدقه ودي حسبه بالمجلس النيابي هلأ لحتى يقبلوا يروحوا على جلسات نيابية مع صندوق النقد خلص رح تطارت الفرصة طارت الفرصة وكانت طايرة أصلا كانت طايرة أصلا كمان هو لك لزوم الشغل كانوا لحكيت لأنه ما قدرنا ما قدرنا نحن الخطوات اللي نحن أخذنا نواكي بخطوات صندوق النقد يعني برأيك صار في صعوبة هلأ نتفق مع صندوق النقد فتنة ب دهجليز جديد شكرا لإلك نائب جوبا كرادونيا الأمين عام حزب التشناق على هذه المشاركة معنا صار لك زمان ما طليت وعم بيكونوا أطلالاتك أصلا كتير قلال يعني جمالا أنا ما بحب نطني من محطة مش أنه يأسان من هالحالة بالعكس إذا فيه شيء حابب أحكي بتتصل وبقول أنه بدي أطلع تمام ونحن نطلين هذا الاتصال شكرا لإلك النائب أغوبا كرادونيا مشاهدين راح توقف مع فاصل وننتقل إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة مشاهدينا بدي رحب بضيفي ناشر ورئيس تحرير جريدة صاد الوطن ديربور بمشيغن أستاذ أسامة السبلاني مساء الخير أستاذ أسامة وأنا رح ينضم لألنا بعد قليل رئيس تحرير جريدة رأيي اليوم من لندن عبد الباري عطون طبعا الحديث ليش الهدف يعني من هذا الحديث أول شي أهلا وسهلا فيك وبدنا منستغل يعني زيارتك حضرتك مش عايش في لبنان من أن نستغل هذه الزيارة لأنه خلصة أن كنتم من المتابعين بالمكرو من الخارج ماذا يحصل في لبنان في اليوم بالمنطقة عم بيصير فيه كتير تطورات بالسياسة بالتقارب بالسعودة الإيرانية الأمريكان حتى مع الإيرانية صار فيه تقدم اليوم فيه وفد يمني بالمملكة العربية السعودية يعني فيه حركة عم بتصير لكن للأسف هذه الحركة كلها لا تنعكس على لبنان أول شي هاليوم نحن بالمنطقة عم يركب مشروع يعني مشروع جديد بالسياسة وليش لبنان لحد هلأ ما أنه داخل بهذا المشروع أول شيء مساء الخير وطحية لأليك وللمشاهدين وبحب أنه أشكر نائب هاجوب باكورديان أنه ديني الجاكات تعيته لأنه ضيعوا لي شنط وضح كنت لابس جاكات خضرة وما بتمشي يعني بس شكرا لنائب باكورديان اللي على كل حال حلوة هاي دخسطة الأرمان دغري التعاضد والتعاون هاي دي موجودة من حييمون علي وشكرتو أنا لأنه هاي دي أول مرة نائب بيخدمنا لا هاي دي خدمة دغري بالمباشر أول شيء شكرا على الاستضافة ويعني مثل ما نقول نحن بالإجليزي إس جود بي هوم يعني منيح أنه نحن ببيتنا هون بالأنبيان وكمان باللبنان طبعا يعني شعور الوصول إلى الوطن وأنه المشاركة معيك أنت بهذا البرنامج شوه شعور جاي شكرا بشكرك على الاستضافة أهلا وسهلا بالنسبة للسؤال اللي سألتي طبعا هو فيه تغيرات بالمنطقة وفيه تغيرات جزرية بالمنطقة ولكن الثابت يعني الواقع الثابت والغير متحرك لحد دل هو إسرائيل والمصالح الإسرائيلية بالرعاية الأمريكية ونحن نعلم بأنه المخاض الدولي اليوم اللي عم بصير بالمنطقة حتى فيه يعني بحرب بوتين زيلنسكي هيدا الحرب منه حدودها بس موسكو وأوكرانيا وأوكرانيا هيدا حدودها أكتر بكثير وربما التحركات العسكرية اللي عم نشوفها اليوم بسوريا وفيه بالعراق في بعض المناطق هي كمان داخلة ضمن الإطار الأمني أو العسكري اللي هي أمريكا عم بتحول تسترد تسترد دورة بالمنطقة هلأ قديش بدأت تسترد الدور هيدا لأنه كمان فيه مخاط في أمريكا وأمريكا عم تعيش مخاط سياسي اجتماعي اقتصادي انقسام انقسام سياسي غير مسبوق في تاريخ أمريكا الحديد فهذا كل يأتيه طبعا بيلعب دور بعملية التفاعل مع قضايا المنطقة أنا بعدني لهلأ أقول بأنه اليمن بعد الوضع ما نحل فيها بعد ما نحلت ما نحلت لأنه يبدو في تقضل هناك بعض يعني فيه هدوء بالتعامل مع القضايا يعني اليوم ما عم نشوف الطائرات والمسيرات ماشي ولا القصف المتبادل ماشي ولكن فيه جمود سياسي بانتظار شيء ما يعني هيدا أنا أعتقد بأنه اللي بحصل عم بحصل بأوكراني له علاقة كثير كبيرة باللي عم يحصل بالمنطقة لأنه وجود روشية مش كثير حملني الملف الأوكراني ارتباطه بالمنطقة يعني هلأ هو أكيد في شيء له علاقة باقتصاد العالم اللي هلأ في تغيرات كثير كبيرة بس أنه عم تحكي اليوم يعني بين اليمن وبين إيران والسعودية الملف اليمن اللي هو أكتر ملف موجع وأكتر ملف كنت صخن ليش بده يرتبط بالحرب الأوكرانية يعني هيدا لأنه الارتباط هو بالمحور الأمريكي والمحور الروسي الإيراني يعني هناك صراع بالمنطقة وفي العالم وفي العالم بين روسية وأمريكا والصين روسية الصين البريكس يعني بس بقيادة روسية والصين وبالتحالف مع إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يعني هذا اللي موجود على ساحة وضع اليمن منه مفصول لأنه اليمن داخل ضمن الصراع وسوريا داخلي ضمن الصراع وسودان وكل المنطقة العربية اليوم وحتى مصر داخلي ضمن الصراع هذا الصراع مش محدود بس باليمن ولا محدود باللبنان ولذا إذا عم نشوف الملف اليمن يتقدم بعتقد أنه نحن مش عم نشوف مظبوط لأنه لحد هلأ نية لا رفع الحصار ولا اليمن بخير يعني الشيء الوحيد اللي صار بأنه وقفت العملية العسكرية بل الحصار موجود وبعده ما نحلش ولا صار في اتفاق طبعا في وفد سعودي باليمن وهذا ما بيعني بيعني أنه تضيع الوقت يعني لأنه فيه وقت عم بيضيع حتى باللبنان وفد يمني بالسعودية وفد عفوا وفد يمني بالسعودية وفد يمني بالسعودية هذا للتفاوض بس هذا ما بيعني أنه هناك حلول وبعدين حتى الاتفاق السعودي الإيراني هو اتفاق تجميد الصراع مش حلو تجميد الصراع مش تجميده بهدف حلو ولا ما بعتقد أنه المملكة العربية السعودية مع كل احترام أو يعني اليمن عندهم قرار منفصل عن صراع العالمي يعني لا سعودية فيها تأخذ قرارات أمريكا ما بتوافع لها لأنه يوم معروف يعني كل واحد وين مربط خيله يعني بعدين بالنتيجة إذا بدنا نحكي اليوم يعني عمل مواقف مهمة كتير الولي العهد السعودي وعمل مواقف متقدمة أيضا جدا يعني بخطوات كتير حتى نقال أنه ربما الأمريكين ما يكونوا راضين يعني أنا بدأت أخذني على محل أنه ما بيصير شي بإلا بموافقة أمريكا لا هو الملك الولي العهد ماسك العصى من النص يعني منه عم بي يعني حتى ماسكه من النص بالوهم يعني لأنه باللحظة اللي بيترك فيها التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وصوله إلى العرش في علاية كتير علامات استفهام أنا عم بحكيك أنا بكل صراحة يعني وأنا يعني ما فيش عندي أي ارتباط سياسي معينة حتى والله شك بهذا الاتجابة معروف بالسعودية وقال دونالد ترمب بكل صراحة وأوضوحي دونالد ترمب وقتل كان رئيس قال دونالد ترمب قال أشياء كتير لا لا بس قال الحقيقة ما هو دونالد ربعا بيحكي مرات بيحكي الحقيقة الموجودة يعني لما أنه سياسي ما بيعرف يحكي بالسياسي قال أنه خلال أسبوعين إذا نحنا منشيل إيدنا من النظام السعودي بينتهي صحيح وقال لا وحكي عن أنه معناتها معناتها هيدا هيدا عم بيقولنا هلأني أنه الولي العهد عم يمسك العصائب النص بالوهم ولكن في الحقيقة ما بيقدر يزيح ولا من أي مكان المطالح الأمريكي هذه وجهة نظرك بس في وجهة نظر اليوم مختلفة بتقول أنه بالعكس يعني اللي عم بي ربما هيدا الاتفاق هيدا التقارب اللي صار أنه غير حسابات الأمريكي لأنه بالنهاية ما فيهم يروحوا على المنطقة هلأ هنه إثنين تنهولي وجهة نظر يعني خلينا قولي رجعوا على المنطقة هنه رجعوا على المنطقة بقوة صحيح رجعوا فاتوا بالكل المنفي خليني استقبل أنا وإيك رئيس تحريج ريدة رأي اليوم زميل عبد الباري زميل عبد الباري عطوان مصغل خير أستاذ عبد الباري أهلا وسهلا يا سيدي وتحياتي إليك ولضيفك العزيز شكرا وأكيد يمكن بيوافقك على هذا التحليل نحنا انطلقناك أنت عم تسمعي يمكن شوي أستاذ عبد الباري الآن الهدف نعم بدي أوصل إلى أنه المشروع اليوم اللي عم بيصير بالمنطقة يعني عطول نحنا بلبنان منقول أنه عم يركب مشروع بالمنطقة وخلينا ننطر دورنا إلا ما يجي يوم دورنا وأن عكسه على الحل السياسي صفر بدليل أن نحنا صرنا سنة رح يصرنا سنة بلا رئيس بانتظار هذا الحل الذي لن يأتي هيئته بالقريب العاجل شو عم يركب بالمنطقة وليش لبنان خارج هذا المشروع حاليا سؤالي اللي بديت فيه مع أستاذ أسامة السبلاني واللي هلأ رح اسألك تفضل والله يا سيدتي يعني أنا أعتقد أن اللبنان ليس بعيدا عن هذه الحلول يعني لعندما تتركب الأمور في المنطقة من المؤكد أن اللبنان أو الوضع في لبنان سيجد حلا يعني لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أن اللبنان يجوع لبنان يعني خدماته متآكلة بنوكه أو نظامه المصرفي سيئ جدا فأعتقد الآن هذا التقارب السعودي الإيراني وأنا أعتقد أنه تقارب جدي جدا وتقارب عقلاني وينطوي على الكثير من الحكمة أدرك الطرفان الإيراني والسعودي أن هناك قوة تحاول أن تستثمر في هذا الخلاف وتحول إلى خلاف طائفي يمزق المنطقة ويغرقها في حروب طائفية ومثلما تفضلتم أو اسمعت جانب من الحوار أنا في تقديري هذا الوفد اليمني لأول مرة يذهب وفد يمني علني يمثل حركة أنصار الله الحوثية والهدف هو البحث عن حل دائم للأزمة اليمنية لأنه الآن حركة أنصار الله والسعودية أيضا توصلوا إلى قناعة بأنه يمكن التعايش مع بعض بتشجيع من إيران التي لا تريد أن تغرق المنطقة في خلافات لأنه هناك مثلما تفضل الأستاذ بأنه هناك أيضا يعني في حرب أوكرانية وهذه الحرب ستغير يعني كل خريطة العالم بشكل أو بآخر يعني ما هذا اللي كان إلا كان وجهة النظر الأخرى أنه لا مش نزبوط أنه فيه قوة قوة فيه قوة عم تتعازم وعم تكبر بوجه الأمريكين يعني بوجه هذه الأحادية بالنزام العالمي وشفنا اليوم شو صار بالبريكس وكيف الجي عشرين ضغرة بعد أقل من شهر ضغرة حست أنه فيه خطورة عليها دول العشرين يعني مجادي جديدي لعصر جديد لعالم جديد في العالم ولكن هذا ما بيخلق بسرعة يعني هذا له مخاف بده تحولات بده بده تحول هل لحنا بدنا مننتظر أنتخ história رئيس لحتي تحولات عندنا vos لبنان بعد هلأ خليين نحنا بنجعله بس أنا عشي بالإقليم بالمنطقة هالتحولات ما عم تتصير حتي الطعام حتي الطعام كمان حتي الطعام حتي الطعام لأنه اللي عم بصير بأوكرانيا هو أكبر بكتير بالنسبة للأمريكيين والروس والصين من اللي عم بصير بالمنطقة كلية عنا نهلا يعني حتى تحسن حرب أوكرانيا بنرجع بنحكي بمناطق تانية في العالم وكل الدومينو اللي عم تنلعب يعني كل الحجار اللي عم نشتغل فيها اليوم هي كلية لتشديد صراع بأوكرانيا لأنه هونيك الصراع المضبوط هونيك الصراع اللي بده يخلق نظام عالمي جديد اللي عم يولد هلأ يا أما بيولد ميت يا أما بده ياخد وقت لحتى ينمو شو بيولد ميت؟ بيولد ميت ومنرجع بالنظام اللي كان موجود إذا فشلت الروسية في تحقيق أهداف ممكن من وراء هذه الأهداف أن يخلق عالم جديد أنا بعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تستعيد دورة الأحادي واليوم نحن عم نشوف أنه الأمريكيين رجعوا يشدوا العصر بالتاريخ بطاريخ الامبراطوريات أنه فيه امبراطورية بتبلش ديسندانس يعني بترجع بتعوم ما بيّن تاريخيك أستاذ عبد الباري أنت بالتحديد من أصحاب النظريات اللي بتأكد أنه هناك نظام عالمي جديد سيقف بوجه النظام الأمريكي بالعالم يعني وعم نشوف أنه كيف يعني شفنا شوي استفافات للدول يعني بريكس بلاس سر عنا ست دول جديد السعودية الإمارات مصر والجي عشرين حتى يمكن توقفت عند هذا الانضمام معلما أنه في دول مشتركة بيناتهم هل هاينا نحن بصراع عالمي هلأ نحن طلعنا لبنان هالأد نقطة صغيرة بس اللي عم يحصل بالعالم هو شي كتير كبير قديش بدنا سنين لحتى نقدر نبلور هال المشهدية الجديدة بالعالم بصراع الأنظمة الكبار يا سيدتي الآن في كتلة ضخمة تتكون هذه الكتلة زي ما تضلنا خمس دول اللي هي أسست مجموعة البريكس والآن انضمت إليها خمس دول أو ست دول جديدة هذا الآن يعني يسيطر على نصف الانتاج العالمي وهذا نظام الآن أصبح عنده صندوق نقد جديد وأصبح عنده نظام مالي يعمل عليه بحيث يكون هذا بديل للنظام الأمريكي هذه الدول اللي عندك أنه أهم تسيطر على اللي هو قطاع الطاقة في العالم بمعنى عندما تكون السعودية المصدر الأول للنفط موجودة وروسيا المصدر الثاني للنفط عالميا موجودة روسيا الأكثر تصديرا للغاز في العالم موجودة يعني لما تشوف هذه القوة والهند ويعني روسيا اللي بتحكموا بالخريطة حبوب العالم الغداء في العالم هذه كتلة قوية جدا وهذه تمثل تقريبا نصف الكرة البشرية من السكان هذا يعني بأن الهيمنة الأمريكية أو الهيمنة الغربية على العالم تتآكل وفي طريقها للانتهاء فإحنا نجب أن نكون واعيين لهذا التطورات المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات عندما تنضم لهذا التكتل هذا يعني بأن الأمة العربية أصبحت مفاعلة في نظام عالمي جديد يتكون الآن أمريكا مشغولة أستاذ عبد الباري أستاذ أسامة بيقول أنه ما نتخيل أنه هني ممكن يعملوا خطوات من دون ضوء أخضر خلينا نقول أو من دون الرضا خلينا نحكي من دون الرضا الأمريكي يعني بالنهاية ما حدا عم يقدر يشتغل بمعزل عن الرضا الأمريكي لا مش صحيح يعني حقيقة لما راح الأمير محمد بن سلمان إلى الصين لما أتى بالرئيس الصيني إلى الرياض لا أعتقد هذا برضا أمريكي على الإطلاق عندما يعني يدخل في اتفاق نفط مع روسيا اللي هو أوبيك بلس ويعني يخفض الإنتاج على عكس الرغبة الأمريكية التي تريد ضخ المزيد أو حوالي بليولين برميل إضافية في أوبيك هذا يعني بأن الأمريكا لم توافق على هذا لأنه يعني الآن تخفيض أسعار النفط يؤثر على الاقتصاد الأمريكي ويؤثر على الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر ونحن الآن يعني مقدمين على شتاء والنظام والهجوم البضاض الأوكراني فشل فشلا ذريعا وهذا الجنرال شتاء سيعمل لمصلحة اللي هو روسيا ومحورها كمان زيارة رئيس كوريا الشمالية إلى موسكو هذا يعني بأن الصين هي التي تقف خلف كوريا الشمالية وتزود روسيا بمخزون ترسانة غير عادية من الأسلحة ومن الدخائر اللي هي محاجة ماسة إلى العالم يتغير حقيقة وعلينا كعرب وكمسلمين أن ندرك هذا التغيير وأن نكون جزء أساسي منه وأن نكون ضد الهيمنة الأمريكية على العالم هذه الهيمنة اللي جابت لنا للحصارات جابت لنا الجوع جابت لنا الدمار في لبنان الدمار في العراق الدمار في السودان الدمار في اليمن الدمار في ليبيا هذا هو إحنا نكون واضحين جدا في هذه المسألة نحن مع هذا التغيير اللي سيؤدي إلى عالم متعدد الأفطر تفضل تفضل هو ما في شك أنه إذا إجت لرغباتنا نحن نرغب في تغيير بالصراع العالمي بكيف العالم عم يتشكل رغبة رغبة ولكن نحن الرغبات الواقع الواقع منه هيك الواقع منه هيك إذا شفنا مثلا بس في فاكتس عم بيصيروا طبعا في فاكتس لأننا كنا نفكر بأنه كيف ممكن بوتين يغزو أو يعلن الحرب على أوكرانيا كنا نفكر بأنه بـ 24 ساعة هذه القوة الكبيرة ممكن أن تقتحم وتفوت وتحفل وتغير وهذا ما صار يعني نحن التوقعات تعود نمرات نفرض بالتفاؤل الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال القوة الأقوى والجبارة في العالم ما في شك فيها هلأ هالقوة هذه عادلة لا منها عادلة أنت عم تحكي عم تحكي هذا الواقع حتى السعودية بس خليني كفي بدي رد بس على نقطتين أستاذ عبدالباري أولا أنه السعودية دخلت في بريكس ولا تزال مش بس بخدم يعني بخدميها في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا يمكن للسعودية الخروج من محور الأمريكي بها السهولة هذه لا يمكن مستحيل وأنا بدي أرجع عيد اللي قاله دونالد ترمب هو الواقع والحقيقة بأنه لو الولايات المتحدة الأمريكية ترفع عيدة عن السعودية أسبوعين تغير النظام في السعودية بس فرجهم الولي العهد غير صورة قالوا أنه أنا عادر وأنا عادر أعمل أعمل اتفاق ولا شيء ولا يعني شيء ما تغير شيء أستاذ عبدالباري هو تصفير الخلاف الخلافات تجميد الخلافات بعده الخلاف ومن حل ولا بأي محل الولي العهد عم بيحاول تجميد صراع هو مدي يصل لأنه ما وصل إلى مكان لأنه فشل في الوصول إلى أي مكان لي ما بتقول أنه لا بالعكس أنه صحبة تويصل إلى مشاكل صفر ولكن قدر وقف قدر وقف بوجه هذه الأحادية اللي أنت عم تقول أستاذ عبدالباري أنت أجيب ولأنك أنت صاحب هذه النظرية الأخرى بس على القليلة على القليلة أنت دائما تقول أنه أمريكا إلى النفوذ الإيراني إلى أضمح له لكن الفيتو الأمريكاني لهي زين الأقوى اليوم على الرئيس كله عم بيقول تفضلوا يا أمريكان يعني بدنا لكلمة الأمريكان وبعدها مش مبينة على ملف النسحين بدنا كلمة أمريكا على صندوق النقد بدنا كلمة أمريكا على الدولار وعلى مصرف لبنان بدنا كلمة أمريكا يعني يمكن فيه مضبوط ومش يمكن أكيد عم يركب نظام جديد بس ولكن الكلمة الأمريكية بعدها قوية وبعدها قادر توقف ملفات يا سيدتي القوة الأمريكية موجودة ومهيمنة منذ ثمانين عاما يعني نحن علينا أن لا نتوقع أن هذه الهيمنة الأمريكية تزول في يوم وليلة هذه يعني من منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ال945 حتى الآن والولايات المتحدة هي التي تتحكم بمقدرات العالم الآن في قوة مزدوجة صينية روسية وتنضم إليهم الهند وتنضم إليهم مثل ما قلنا اللي هو البرازيل وتنضم إليهم جنوب أفريقيا والآن الآن السعودية والمصر والإمارات وهذا يعني بأنه بدأت المسيرة لمذاحمة هذه القوة الأمريكية والإطاحة بها عن عرش العالم وبشكل عملي وبشكل اقتصادي لما تيجي السعودية تضع مثلا حوالي مليار ونصف مليار في الصندوق اللي هو الخاص بالبريكس لما تيجي كمان أيضا الجزائر وتضع مليار ومثين مليون دولار في هذا الصندوق الآن لما فيه البحث عن عملي أخذت قرار بأوبك بلاس أي متى كانت تصير هاي أي متى كان يتخذ قرار بأوبك بلاس بتخفيض الإنتاج هيدا كان قرار تاريخي هذا قرار مهم هذا نتيجة اتفاق الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس بوتين وأيضا بمواركة من اللي هي الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم فالعالم يتغير الآن ولاية المتحدة الأمريكية لم تعد تفرض قرار على المملكة العربية السعودية أو على الدول العربية أخرى هاي مصر هذه مصر الآن خرجت من تحت العباء الأمريكية وعقبت بتجميد 85 مليون دولار من المنح اللي بتعطيها أمريكا لمصر مصر الآن أقرب إلى المحور السوبيتي الصيني ولهذا قرروا أنها تضم إلى البريكس بدون مناقشة حتى فالمسألة بتتغير الآن العالم يثور ضد الهيمنة الأمريكية ضد الحروب الأمريكية ضد العقوبات الأمريكية ضد التجويع الأمريكي ولكن يا أستاذ عبدالباري الكلام أستاذ عبدالباري أنا بوافع معك في ظلم أمريكي يعني غير مسبوق يعني هذا الإمبراطوري الأمريكي ظلمت يعني حتى حتى يمكن في التاريخ البشرية ما في ظلم إمبراطورية الظلم الأمريكي وقدت الإشحاف الأمريكي بحقوق الشعوب لا شيء سوء أفريكا يعني كيف تشكلت الدولة الجديدة بإرادة أمريكية طبعا مش بإرادة أمريكية نحن نعرف بأنه أمريكا كانت تدعم نظام التفريقة العنصرية بجنوب أفريقيا ولكن خلينا نحكي بقصة البريكس شوي هيدا البريكس مين قائدة مين قائدة روسية الصين الهند مين بعدين دخول الدخول السعودية والإمارات إلى البريكس هيدا ما بيعني فرط التحالف مع الولايات المتحدة أنا بدأت بالكلام أنا بدأت بالكلام وقلت بأنه السعودية تمسك العصر من النصف من النصف هو هيك الولايات المتحدة الأمريكية أنا لأنه انتهى الوقت واضح أنه يعني لوجهة النظر أستاذ عبد الباري ووجهة نظرك لكن تلتقون على أنه هذه الأحادية هي الأكثر ظلما في العالم أستاذ عبد الباري أنا بنص دقيقة هل ترى حل سياسي بلبنان قبل نهاية هذا العام سريعا لو سمحت لا 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 أعتقد أنه قبل نهاية هذا العام لكن التقارب هذا السعودي الإيراني إذا تطور في نفس الوثيرة الحالية أنا في تقديري سنرى حلا في لبنان لبنان يعاقب لأنه بدهم الأمريكان نزع سلاح حزب الله حزب الله أصبح قوة المقاومة الإسلامية أصبحت قوة في المنطقة لا تستطيع أمريكا التأثير عليها ونعتقد أنه إذا حاولوا فعلا إذا لبنان سيكون الأمريكان يرتكبوا خطأا تاريخيا وسيدتعو ثمنا غاليا نفس السؤال ما في حل ولكن أنا بوافقه مية بالمية بأنه الصراع في لبنان على لبنان هو الصراع ضد حزب الله يعني الوام التحد الأمريكية موقفها السعودية موقفها دول العالم في أوروبا موقفها هو موقف يعني يراعي المصالح الإسرائيلية ولا يريد لحزب الله أن يستمر بسلاحه ممكن بالسياسة أما بدي أقول بنقطة وحدة بس وأكد لك يا إبا أنا مش معلومات عندي ما عندي معلومات ولكن أنا من القراءة بقول لي بقدر قليل بأنه لبنان لن يكون له رئيس في المنظور في هلأ في المنظور يعني نحن عم تحكي عم تحكي أكثر منه ما في رئيس في صراع بلبنان يعني ما بمقدر بيقدر حدا يحسمه ما حدا بيقدر يحسمه لأنه 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 في مستقبل سياسي بلبنان بعده ما نحسم هيدا 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 اللي نحن عم كل مرة نتضحك عنا ونقول ونقول أنه لأ منرجع منه ممكن أنه انتخاب رئيس لتأجيل اللي بده يحصل بس مش رح يسيق بس أنه ما رح يقدر يعني ولكن هذا تشكيل لبنان المشكلة في لبنان مش بس التدخل الخارجي هناك مشكلة بيئية في لبنان يعني البيئة لبنان تغيرت الوجه اللبناني تغيرت يعني في ولاد لاشي طبعا وذا لم يولد هذا الشيء لن يخرج لبنان من مأزق بايقين بهذا النفق شكرا أستاذ أسامة السبلاني نشر ورئيس تحرير جريدة صدى الوطن بمشيغن وأيضا شكرا أستاذ عبد الباري عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم يعني كان بودنا يكون فيه وقت أكتر لأنه بالفعل هيدا المواضيع المهمة لأن نحنا دايما نتفركش بقصصنا الداخلية الكتير صغيرة على قدنا ولكن بدنا نشوف الأمور من بره كيف لحتى نشوف نحنا على وين رايحين أنا بس بدي أعتذر عن أن عضو تكتل اعتدال الوطني استاذ عبد النائب عبد العزيز الصمد يمكن كان عنده وقت محدد ونحنا تأخرنا عليه كان عنده ارتباط وعكل حال أنا شوي أخدت يعني منه معلومات أنه هو خروجه من اللقاء مع السفير السعودي ومع المفتي لودغيان وأيضا الموفد الفرنسي كان بسبب أول شي بارتباطه تالي شي لأنه سمع بيعرف كل شي شو راح ينقال وهو سبق واجتمع مع الموفد الفرنسي فما كان بده يسمع التكرار من دون نتيجة هذا كان جوابه لأنا عند السؤال واللي كنت حابة أنه يقوله على الهوى مشاهدينا تصبحوا على خير خلصت الحلقة